السلام عليكم الحرسة الثورية الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لإيران بدأوا وقاموا بتحريك الصواريخ مباشرة من أجل استهداف القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة وهذه طبعا بتفاصيل جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان وكشفوا بأن الحرسة الثورية الإيرانية الآن نشروا في الميادين منصات للصواريخ من صواريخ أرض أرض وطبعا الميادين هي موجودة غرب نهر الفرات وهنا طبعا نهر الفرات بهذا الاتجاه فنشروا هذه الصواريخ الأرض أرض في مكانين في منطقتين وهذه طبعا المكانين الموجودة في الميادين هي طبعا عبارة عن بيوت بيوت مهجورة وكذلك بيوت مدمرة جزئيا فاستغلوا هذا الموضوع ووضعوا هذه المرصات الصاروخية وكذلك أنه يجب أن ننتبه أن هذه الميادين هي عبارة عن عاصمة للفصائل الموالية لإيران الآن وللإيرانيين بدأت توصف بهذا الشكل من كثرة الميليشيات الموجودة في الميادين الآن هذه المنصات الصاروخية التي تحدث عنها المرصد السوري هي موجهة إلى منطقتين المنطقة الأولى هي اسمها قرية ذيبان أو بلدية ذيبان هي الموجودة هنا طبعا بهذا الاتجاه واللي مسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى ذلك أن الجزء الأكبر من هذه الصواريخ هي موجهة إلى هذه النقطة المتمثلة بأكبر قاعدة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا واللي هي اسمها قاعدة حقل العمر النفطي اللي موجود طبعا بها التحالف الدولي هذه المنطقة هي منطقة اشتباك واضحة جدا والآن الحرس الثوري بدأ يستغل هذه الأمور بهذا الاتجاه طبعا قاعدة حقل العمر النفطي هي عبارة يعني البعد من هذه المسافة من الميادين إلى هذه القاعدة عبارة عن 8.4 كيلومتر وبالنسبة لقرية ذيبان هي عبارة عن كيلومترين أو كيلومترين ونص فقط مناطق قريبة جدا ويرين جمالة الصواريخ أرض أرض اللي طبعا وضعها الحرس الثوري الإيراني الآن أين هي أماكن هذه المنصات الميادين يعني مكان لا يستهام به الآن هذه المنصات إذا ما جئنا إلى القمر الصناعي فسنلاحظ بأن المنصات اللي نشرت بهذه المنازل التي تحدثنا عنها هي موجودة بالمنازل اللي هي بين هذا الجسر جسر الميادين اللي هو طبعا قصف بهذا الشكل من تقريبا من قبل خمسة سنوات من أجل قطع الطرفين قطع الطريقين بهذا الشكل وكذلك بين هذا المكان اللي هو متمثل بثانوية موجودة هنا اسمها ثانوية عبد المنعم رياض وهذه طبعا الثانوية بينها وبين الجسر هناك منازل وهذه كل هذه المنازل الكلام إنه منصات الصواريخ اللي نصبها الحرس الثوري الإيراني موجودة هنا وطبعا من السهل جدا الآن أن نقول وأن نتحدث وأن نحلل بأن البيوت اللي هي موجودة على التماس مثل هذه المنطقة بهذا الاتجاه وكذلك هذه البيوت بهذه النقطة وكذلك هناك نقطة هنا هذه ممكن من السهل جدا القول بأن قد تكون فعلا المنصات الصاروخية بالنسبة كبيرة جدا موجودة بهذه النقاط لأن هذه البيوت إذا ما اقتربنا من هذه النقطة على سبيل المثال لنرى طبيعة المنازل الموجودة سنلاحظ بأنها فعلا لا تبدو بهيئة وكأن هناك أناس يعيشون هنا وضعها لا يبدو جيدا بهذه النقاط وبالتالي بهذا الكلام وبهذا التقريب وبهذه المعلومات من السهل جدا ممكن أن تكون المنصات الصاروخية موجودة وموجهة إلى قاعدة حقل العمر النفطي وكذلك بالنسبة لبلدية أو بلدة ذيبان التي هي موجودة في شرق نهر الفرات الآن واضح بالنسبة للفصائل المسلحة والإيران هي تتحرك وتأخذ خطوة استباقية في حالة أن الولايات المتحدة الأمريكية انتقمت للضربة التي تعرضوا لها في قاعدة التنف الموجودة في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا ولكن لسبب ما الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه التحركات هي تعرف بها ولديها معلومات كثيرة جدا وأثبتت هذا الأمر في أكثر من موقف خاصة قاعدة التنف في آخر هجوم صار كشفت الفوكس نيوز الأمريكية بأن عدهم كل المعلومات ويعرفونها تماما بالهجوم اللي صار بالطائرات المسيرة وبالصواريخ الغير مباشرة على القاعدة من وقت يعرفون بهذا الموضوع وأخذوا إجراءاتهم أخذوا إجراءاتهم بطائرة هذه الطائرة اللي هي الـ C-130 مباشرة توجهوا إلى قاعدة التنف هذه قاعدة التنف وأخذوا أصلا 200 جندي أمريكي سحبوهم من القاعدة وبقوا فقط 24 جندي موجودين في هذه القاعدة موزعين وأن الضربات اللي صارت بالطائرات المسيرة اللي كان عندهم المعلومات مالتها كان من الممكن أن تكون مؤثرة للغاية لأنها سقطت في أماكن يتواجد فيها الجنود الأمريكيين ينام فيها الجنود الأمريكيين بعد التحقيقات والتقارير طبعا اللي إجى تحديدا من الفوكس نيوز على هذا الموضوع لذلك الأمريكان فعلا يعرفون يعدهم معلومات استباقية بهذه الأمور واحدة من الأحداث اللي صارت عندنا بالعراق هي في قاعدة عين الأسد بالهجوم الانتقامي اللي سووا الإيرانيين بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باختيال الجنرال قاسم سليماني في حادثة مطار بغداد بالتالي الإيرانيين مباشرة قاموا باستخدام الصواريخ الباليستية وضربوا قاعدة عين الأسد كنا نتذكر هذه الحادثة ولكن الأمريكان أيضا لسبب ما وبطريقة ما كانوا يعرفون هذه المعلومات والجنود الأمريكيين في وقتها راحوا إلى مخابئهم وأبعدوا المواد الحساسة اللي ممكن أن تتسبب بأضرار كبيرة للقاعدة أبعدوها عن الأهداف وطبعا صارت الضربة بهذا الشكل ولكن لم يقتل أي أمريكي هنا ولم يقتل أي أمريكي في قاعدة التنف التي نتحدث عنها بسبب هذه المعلومات اللي يمتلكوها وهذا الذي جعل الإسرائيليين أن يستغربون يوم أمس عن طريقة جروزولم بوست أن الولايات المتحدة الأمريكية بما أنه تعرف هذه المعلومات على هذه القاعدة القاعدة عين الأسد وكذلك التنف لماذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية باعتراض الهجوم اللي صار بالطائرات المسيرة أو حتى بالصواريخ الباليستية كذلك طرحوا تساؤلا أيضا عن قضية المضادات الجوية أين هي المضادات الجوية خاصة فيما يتعلق بالطائرات المسيرة تبدو غير موجودة ضربت قاعدة التنف بشكل مباشر وليس هناك أي مقاومة بهذا الموضوع ولذلك على هذا الأساس جروزولم بوست وكأنها وضعت حل للولايات المتحدة الأمريكية ونصحتهم أن يسوون مثل ما الإسرائيليين يمسوين في إسرائيل في حماية إسرائيل كما هم يعتقدون بأن هذا هو الحل الأفضل عسكرية بدون طيار الأكبر حجما يحتاج المرء إلى نظام يشبه إلى حد بعيد القبة الحديدية لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أصلا ما عندهم بطاريات من نوع القبة الحديدية الموجودة في إسرائيل في المنطقة كلها هم لديهم هذه البطارية وهذا النوع من البطاريات في هذه الجزيرة الجميلة اللي اسمها جزيرة قوام وهذه موجودة طبعا غرب النهر الهادئ وشرق الفلبين وتقريبا جنوب غرب اليابان لديهم أصلا بطارتين من القبة الحديدية اللي هي تشبه اللي هي موجودة في إسرائيل لديهم موجودة طبعا في هذه الجزيرة ذلك هم ما عندهم هذه المنظومات ولكن ممكن جدا أن تدخل مع تطور الوضع في الطائرات المسيرة ولكن هناك مشكلة أخرى بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط الفصائل المسلحة الموالية لإيران أو إيران نفسها بل أن هناك مشكلة بتصاعد داعش وهذا الرجل يوم أمس جلس بهذه الطريقة أمام الكونغرس الأمريكي هذا هو كولن كول وهو هذا الرجل وكيل البنتاجون اللي هي وزارة الدفاع الأمريكية لأشئون السياسية وأبلغهم لكونغرس الأمريكي بأن لديهم معلومات استخبارية واضحة جدا ومفصلة بأن داعش خرسان الذي تصعد الآن في أفغانستان من ستة أشهر إلى 12 شهر أي إلى سنة سيكونون قادرين على مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية والقاعدة محتاجين سنة من الآن من أجل أن يكونون قادرين على مهاجمة الولايات المتحدة والمشكلة بالنسبة لداعش وتصاعد داعش وهذا الكلام بأن المصالح الأمريكية لم تعد كما هو الحال قبل 2003 أن هم موجودين بأمريكا ولازم يكون الهجوم بعيد لا أبدا بل أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي موجودة في العراق وموجودة كذلك في سوريا وبالتالي هذه أهداف سهلة وسريعة وشهدنا ما شهدناه من تصاعد داعش ومن الفاجعة التي تمت يوم أمس في المقدادية من قبل تنظيم داعش الإرهابي بالتالي نحن قد نكون أمام تصعيد هائل جدا في الفترة القادمة والأمريكان الآن دين تبهون بأنهم سيكونون أمام داعش وأمام الفصائل الموالية لإيران في الفترة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر